اعتبر رئيس الجمهورية الأسبق ميشيل سليمان في تغريدة له عبر تويتر أن الترقية من دون معيار تخل بمبدأ تكافأ الفرص وتحرم عمداء من فرصة اختيارهم لقيادة الجيش ورئاسة الأركان والأمان العام للمجلس الأعلى للدفاع وقال حلوا عن ظهر المؤسسة العسكرية اتركوا ضباطها يضحون ويستشهدون هم لم يطلبوا منكم أي شيء فلا تفرقوا صفوفهم من جهته حذر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء المتقاعد عصام أبو جمرة من مغبة تسييس الجيش اللبناني العريق بتاريخه الوطني وانضباطه وتحزيبه بدفع الضباط للجوء إلى الأحزاب طلبا للدعم السياسي وناشد أبو جمرة كل من يريد الصهر على سلامة المؤسسة العسكرية تطبيق القوانين النافذة واعتماد الكفاءة لا العائلة ولا الانتماء الحزبي الممنوع أصلا لوقف المتاجرة والمزايدات خاصة الأعلامية بمصير كبار الدباط حفاظا على المؤسسة ومعنويات دباطها